لو أني أعرف في عطري سحراً سيحرر أو تارك لجعلت العالم أزهاراً من حب ترويقي ثارك لو يمصح وجهي منديلاً قد يحمل حتى آثارك لحزت عطوري إن لمست ما صافح يوماً إذ فارك يا حي الله فيكم عن جديد يسعد أوقاتكم إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وصحة كويسة بهذا الفيديو إذا أراد رح نحكي عن عطرات باكورابان اللي رح نختص منها المجموعة الرجالية وإن شاء الله يعني هاي من الأشياء اللي حالياً موجودة عندي فالباكورابان العملاق اللي كبير اللي هو وين مليون لن شهر على نطاق كتير واسع يعني أخذ كتير صيد كبير وكان هو متفرد بالعطورات بالعطور أو بالنوتات اللي سويتية هلا للناس اللي مستعجلة كتير يعني ما بعتقد إنه أنا رح أقدر أختصر أكتر من اللي عم مختصروا بالفيديوهات فأرجو من الناس المستعجلة كتير تسرع الفيديو شوي لحتى تشوف إذا كانت مهتمة وإذا مو مهتمة فرجائي وعزري الكبير أنه دائماً بمجال العطور أختصر بما أقدر عليه يعني شو في عندي قادر أنه أدمه عم أدمه للناس اللي مهتمين واللي بعضهم مستمرين معي من بداية القناة لهلأ يعني بيعرفوا كيف الأشياء بتصير وهي نقاشات بتصير أو الأشياء اللي بتكون جواتنا بنحكيها فأختصر بما بقدر عليه إنه أنا أختصر ومع هيك يعني ترحيبي ومحبتي لكل اللي عم يدخلوا على القناة ويعني ما بقدر أوصف لكم قديش محبتي لإلكون فأرجو من الناس اللي يعني شوي هيك مستعجلة إما تكرر الفيديو أو تتحملني شوي أو إنه يعني أعزروني بس أكتر من هيك ما بقدر أقول بالنسبة لهذا الفيديو رح أرجع يعني أعيد الوان مليون عطر شهر على نطاق واسع كل الناس تعرفوا تقريبا سعره بحدود الـ 80 إلى 90 دولار إذا أخذتوا بالتنزيلات ممكن تأخذوا بسعر أقل من هيك ولكن إذا رح نشوف رح نشوف الـ 1 مليون البرجن الأديم اللي من أول يعني أول نسخة كانت منه وهو الـ 1 قبل ما يصير فيه فورموليتد جديد للعطور وعندي الـ 5 و الـ 1 مليون النسخة الجديدة واللاكي والباكورابان عطر كثير لطيف هذا فورموليتد جديد للعطور ولكن لديه أداء قوي أو أداءه معنو كثير مستمر والتأليد للإنفيكتوس للأسف الإنفيكتوس يعني بوقت نقلت من البيت كانت الأنينة تقريبا فاضية وكبينها فهاي من شبيهات الإنفيكتوس وإلى يعني إلى أداء كثير كويس اسمها ديكتوريوس إدو تواليت 100 ملي هادي الـ ديكتوريوس تأليد الإنفيكتوس بالنسبة للباكورابان الـ 1 أو الـ 1 مليون النسخة الجديدة جيدة ولكن لا تقارن بالنسخة الأولانية ومع ذلك يعني أداءه مستمر وقوي وبيبقى يعني 7-8 ساعات بالقليلة ولي برايف حبيته لأنه فيه صحيحة نوتة سويتية فيه يعني لأنه كله كهذه النسخة يعني كلها دقنق طبعها كلها سويتي بس بيدخل فيها الحمضيات ببداية العطر وبتعطيه يعني ريحة متميزة ولكن كل اللي عم يدور على هذا الخط مثل الـ مثل الـ مثل الـ 1 مليون كله هدا بيشبه بعضه يلي بيحب هذا الخط فكل الفرجن اللي نزل من الباكورابان اللي الـ 1 مليون الـ الـ كله كويس بس بعتقد هلأ بهاي الأوقات يعني بالصيف شوي حيكون تقيل إذا كترنا منه ولكن فيكن تاخدوا يعني بخه هون وبخه هون أو تاخدوا منا مثلا رشتين هون وبعدين تحطوا عطر تاني فريشي أكتر ممكن يمشي الحال أو حتى مثلا بالأمسيات النوعا ما باردة ببلادنا ممكن مثلا تستعملوها بكمية خفيفة اللي بيحب العطر العطر حلو أسعارهم تتراوح بين 80 إلى 90 دولار هذا تقييمي السريع لهذا العطر هذا واحد من العطور يلي أخدته من السوق الحرة يعني عطر لطيف ما بحس إنه أداءه كثير قوي ولكن من العطور يعني الجميلة هيكة حمضي بطريقة منعشة حبيت العطر أخدته بسعر والله كثير رخيص يعني بحدود شيء ممكن 25 دولار 20 دولار معقول كان سعره وهذا نفس الشيء أو الفيكتوريوس كمان شبيه قوي للإنفكتوس الأكوى هذا هو شكله أتمنى تكونوا تحملتوني بهذا الفيديو هذا اللي قدرت أنه أنا يعني أقلكن عليه بالنسبة لهذه النسخ من 1 مليون وفي فيديو تاني ورح أحكي لكم فيه عن عطورات أرماف ومحاكاتها لعطور الشركات العالمية لأسعارها يعني غالية ورح ننتقل كمان بالتدريج لشركات تانية فيه هلأ مراسلات عم تصير مع بعض الشركات العربية يمكن إذا وصلني حتى لو سامبل صغير منها حتى أقدر يعني شمة وقيمة إذا كانت هي فعلا يعني بتستاهل أو ما بتستاهل هلأ في عندي كمان إذا كنتوا حبيتوا باخد يعني عم أخد رأيكم في عندي مجموعة كتير كبيرة من السامبلز اللي بعتوا لي إياها الشركات لعطورات نيش عطورات ديزاينر مجموعة كتير كبيرة إذا بتحبوا يعني أقدر أنه ساوي لكم منها ريفيو لهذه العطورات فأنا يعني كمان بحطها بالحسبان بعملها بالخطة نصير أخد مثلا كل مرة خمسة منهم نقيمهم ونقول عنهم هادلول شو أسعارهم شو نوتاتهم وكيف وضعهم هيك كان معنا الفيديو لليوم بحبتي لقلكون كتير كبيرة كونوا بخير بأمان الله